بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعطم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله اللهم وفقنا وسائل المسلمين لما تحب وترضى اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك ألف بين قلوب عبادك المؤمنين ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا اللهم بارك لنا في أسمعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآل بيت نبينا ومشيخنا ولمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للقادي للإمام ابن قاسم الغزي وكتاب الغاية والتقريب هو للإمام الحافظ الحجة القاضي أحمد أبي شجاع في فقه السادة الشفعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشيخين في الدرين آمين وقفنا على فصل في التيمم موضوع التيمم موضوع طويل وتفاصيله كتيرة فبرجاء ممنوع الأسئلة لحد ما خلصه بعد ما خلصه اللي عنده سؤال يحطه في الآخر حتى لا يكون مقطع عشان نلمه على بعده في أعدة واحدة وإلا ممكن نعمله أنا عملته مرة في عشر أعدات فعايزين نخلصه كله في أعدة واحدة إن شاء الله فصل في التيمم وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله إلا قبله هو مسح الخف على أساس لكن الأولى على أي حال إنه كان يجيب مسح الخف الأول لأن مسح الخف عبادة مائية لأنه بتمسح بالماء والتيمم عبادة ترابية فإيبقى يجيب التراب بعد ما نخلص كل العبادات المائية فكان أنسب يعني ولشان كده النسخ اللي فيها التيمم بعد المسح الخف تكون أولى من حيث الترتيب لكونه قد انتهى من العبادات المائية ثم يأتي بعد ذلك ثم أن المسح الخف من ملحقات الوضوء فبنخلص الوضوء أما التيمم فهو بدل للوضوء والغسل فبعد ما يخلص الوضوء وملحقاته والغسل وملحقاته يناسب أنه يأتي بالتيمم من حيث الترتيب يعني والتيمم لغة القصد يقول لك يممت البيت يعني قصدت البيت يقول لك يمم نحو المدينة ترى الأنوار يعني اقصد نحو المدينة ترى الأنوار يبقى يمم يعني قصد ده من حيث اللغة وشرعا إيصالوا تراب طهور للوجه واليدين إيصالوا كأنك أنت بالضبط تقصد برضو التراب لتوصله للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة يبقى هو بيبقى بدل عن ثلاث حاجات تيمم بدل عن ثلاث حاجات الناس البسيطة في التفكير يقول لك تيمم ده بدل عن الوضوء والغسل بس حاجتين لا هو بدل عن ثلاث حاجات لو أنت عندك عضو من الأعضاء لا يغسل بسبب مرض فبتتيمم كمان عن هذا العضو يبقى هو بدل عن الوضوء والغسل وعن غسل عضو وقد بقى لك واجب غسله ولكن امتنع وصول الماء إليه إما بجبيرة أو بمرض يمنع إيه من استعمال الماء فيه يعني لشان كده يقول لك هو إيصاله تراب وأي التراب لأن التراب هو تعريف الصعيد عند الشفعية مذهبهم مذهب الشفعية عندهم الصعيد ربنا بيقول فتيممه صعيدا طيبة أنت عارف أن التأمم ده شرعة في السنة الخامسة من الهجرة بغزوة بني المستلق اللي هو المرايسية اللي فقدت فيها سيدتنا عائشة العقد بتاحها وكان تحت الجمل ففقدوا العقد وقعدوا الجمل لما برك برك على عقد استنعيش ويعمنها فبرك الجمل قعدوا يبحثوا على العقد سيدة عائشة ملأهوش حتى تأخر بهم الوقت ودخل عليهم الفجر في مكان لا يوجد فيه ماء كويس فنزلت آية التأمم علشان إيه فكان بركة فقد العقد سيدة عائشة نزول آية التأمم فلما أثاروا الجمل قام لقوا العقد تحته بعدما نزلت آية التأمم فده كان سبب نزول آية التأمم في غزوة بني المستلق اللي هي نفس الغزوة اللي حصل فيها حدثة الإتك بسبب العقد برد لأن على مشارف المدينة فقدت عقدها عندما ذهبت تقدي حاجتها فلما عادت لتبحث عنه انصرفوا مظنين أنها في الرحل فعادت وألحقت بهم مع صفوان بن المعطل فأثاروا عليها الإشاعة التي جاءت في سورة النور في حدثة الإفك المشهور يبغزوة بني المستلق المرئيسية دي شرع فيها التيمم وكانت في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة اختلفها الخامسة أو السادسة وانت تعرف سنة ثانية من الهجرة كان البدر سنة ثالثة هجرة واحدة سنة ربعة هجرة كانت ايه الأحزاب الخندر سنة ربعة هجرة كانت ايه كانت بني النظير بني قريب سنة خمسة هجرة كانت المرئيسية سنة ستة الحديبية سنة سبعة كانت خيبر سنة ثمانية فتح مكة سنة تسعة عام الوفود سنة عشرة حجة الوداع ثم توفي النبيع بعد الحج ايه بشهرين او تلاتة هي القصة بتاعت المسألة فعلشان كده هو تقريبا كان سنة خمسة او سنة ستة والراجح ان ايه سنة خمسة لان سنة ستة كانت الحديبية وبعدين سبعة كانت عمرة القضاء ياه ما نصبطوش فزي ما اتفقنا ان التيمم الاصل فيه الاصل يعني دليله الاصل لما نقوله في الفقه نقصد به الدليل الدليل عليه فالتيمم الاصل فيه اي الدليل فيه هي فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ايه المائدة اللي فيها الوضوء والفرائع ده الاصل فيه والسنة كما ورد هي في السنة الخمسة في بزود بني المستلق ثم بعد ذلك اجمع الصحابة والمسلمين على مر العصور الصعيد الصعيد عند الشفعية لو تعريف الصعيد هو التراب التراب الطهور التراب الطهور لكن عند الملكية كل ما فوق الارض ما لم تمسه نار طبيعي يعني خلقة باصل خلقتي فهو صعيد الزلطة صعيدة عند الملكية الرخام صعيد التراب صعيد الرمل صعيد اي حاجة مخلوق الصخر صعيد حتى ولو لم يكن له غبار ده عند مين عند الملكية لكن عند الشفعية لابد أن يكون ترابا وأن يكون له غبار فلو كان تراب متجمد لغبار فيه لا يصلح واذا يبقى احنا بنتكلم على مذة بالشفعية عشان كده في التعريف يقول شرعا يصال تراب لان ده تعريف الصعيد عند الشفعية ما قالش بقى يصال ما كان على ظهر الارض وغبالك يبقى هنا ده تعريف شفعي على المذة بالشفعية يصال تراب طهور لازم طهور لانه لو لم يكن طهور كأن يكون متنجسا فلا يصلح فلابد أن يكون التراب طهور يعني ليست فيه ليس متنجسا بنجاس ويصال تراب طهور لكل الجسم ولا العدوين بس الوجه والكفين واليدين الوجه واليدين اليدين اللي هم الكفين عند الملكية وعند الشفعية حتى المرققين لانها قصوعة على الوضوء الوجه بيقول أيديكم إلى المرافق وطالما قال اليد كمان في التيمم يبقى اليد المعهودة في الغسل في الوضوء وهي إلى المرفقين فالشفعية فيهم اليد إلى المرفقين وإن كان في عند الشفعية في القول القديم أنها إلى الكوعين يعني الكفين بس زي الملكية يبقى في الشفعية عندهم أولان إنها ممكن تبقى إلى الكوعين الكوع زي ما قلنا اللي هو مفصل للرسل الكوع ولا المرفق اللي هو بيسمون المصريين الكوع خطعا يبقى يصاله تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو يبقى فيه ثلاث حاجات أو غسل عضو بشرائط مخصوصة حيجب لك بقى الشرائط ده تعريف وده طبعا المقصد الثالث من مقصد التهارة احنا عندنا مقصد التهارة لها ثلاث مقاصد هو الوضوء والغسل والتامه خلصنا الوضوء والغسل بقى التامه عشان ده يبقى ده المقصد الثالث من مقصد التهارة وشرائط التيممي خمسة أشياء وفي بعض نسخ المتن خمسة خصال الشرط غير الركن الشرط خارج عن الشيء والركن داخل في الشيء الشرط ضروري والركن ضروري بس الشرط ضروري لكنه خارج عن الشيء أما الركن فهو ضروري وهو داخل في الشيء فالشرط ما ينبني على عدمه العدم ولا ينبني على وجوده وجود ولا عدم ده الشرط ما ينبني يعني الشرط يؤثر في العدم بس لكن مش في الوجود لأنه قد يوجد الشرط ولا يوجد الفعل احنا نقول مثلا شروط صحة الصلاة دخول الوقت فهل كل ما دخل الوقت تبقى صليت ما صليتش ممكن يدخل وقته ما تصليش تش كده بردو فالشرط يؤثر في العدم فلكن لو صليت وما دخلش الوقت تبقى الصلاة معدومة كأنك ما صليتش فهو يؤثر في حال عدمه أما في حال وجوده فلا ينبني على وجوده وجود ولا عدم لكن ينبني على عدمه العدم ده الشرط لكن الركن ينبني على عدمه العدم وينبني على وجوده الوجود يبقى يؤثر في الوجود والعدم ده الركن كويس فهنا بيتكلم على شرائط التيمم اللي هي الحاجات الخارج عن فروض التيمم اللي هي لابد أن تتوفر أولا لكي تتيمم دي الشروط يبقى أمر خارج عن التيمم حتى تستبيح التيمم لابد تتوفر دي الشروط زي ما نقول مثلا إن الشروط صحة الصلاة الوضوء الأول ودخول الوقت واستقبال القبلة والسطر العورة مش كده برضو وتهارة المكان وتهارة السوب كل دي حاجات شروط قبل ما تدخل في الصلاة أصلا مش من أركان الصلاة لكنها ضرورية كذلك هي دي الشروط في التيمم وشرائط التيمم خمسة أشياء وفي بعض نصخ المتن خمسة خصال والأشياء وخصال بمعنى واحد أحدها وجود العذر بسفر أو مرض لأن منصص عليه بالقرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإن لم تجدوا ماء أو لمستوا من نساء الآية بتقول إيه إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجواكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتتهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الضائد إن كنتم مرضى يبقى المرض عزره كويس أو على سفر يعني فقد الماء لأن في غالب فقد الماء يكونوا على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائتي أو لمستموا النساء اللي يباقي نواقد الوضوء فلم تجدوا ماء فتعملوا فتيمموا يبقى جابلة الشروط التي توجي بالتيمم في وسط الآية فالفقاء ما فعلوا إلا أنهم أرادوا أن يشرحوا الآية كويس يبقى أول حاجة وجود العزر بسفر أو مرض لأن السفر فقد حسي للماء والمرض فقد معنوي للماء يعني يبقى الماء موجودة لأننا في حكم اللي فقدها لأننا المرض منع نستعمل عشان كده يقول لك أن الفقد فقد حسي وفقد معنوي فقد حسي يعني لا تجد الماء وفقد معنوي يعني الماء موجود لكن أنا ممنوع من استعماله بسبب المرض وقد يكون الماء ممنوع موجود وأنا لا أستطيع استعماله لخوف مثلا يعني واقف في البئر بتاع المية في حية هتقرسني وأنا قدامي بئر المية فنأسي كأن ما فيش مية أتي أم بدل ما عرر نفسي الحية تقرس أو في سبع واقف على البئر بتاع الماء وأنا في صحر يبقى قدامي المية لكن ما استعمليه لأنه كأنه مش موجود حتى لو عرر نفسي الخطورة واضح فيقد يكون الفقد حسي وقد يكون الفقد معنوي حكمي يسموه فقد حكمي يعني حكمه كأنه مش موجود ما أنه موجود بس حكمه أنه مش موجود يعني يكون الماء شديد البرودة وليس عندي ما أسخنه مثلا ولو استعملت وهو شديد البرودة يؤذيني يمرضني واضح فيبقى ده اسمه فقد حكمي يبقى الماء موجود لكنها كأنها مش موجود واضح يبقى وجود العذر بسفر أو مرض والثاني دخول وقت الصلاة يعني أنا علشان يتيمم لازم يكون الصلاة دخل وقتها لأنه دي طهارة ضرورة مش سيمم دي طهارة ضرورة طهارة ضرورة والضرورة لا تأتي إلا إذا دخل وقت الصلاة فما ينفعش استعمل طهارة الضرورة قبل دخول الوقت واضح يبقى الشرط الثاني لازم يدخل الوقت بخلاف الوضوء لأنه طهارة أصلية ممكن أتودى ما لم أكن من أصحاب الأعذار قبل دخول الوقت وأبدأ المحافظة على وضوء الحد من يدخل الوقت وأنا متعد ما لم يكن من أصحاب الأعذار كثلث البول واللي عنده يعني دائم حدث فهنا علشان دي طهارة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فألك شرط التيمم أن يدخل الوقت ولازم تيقن دخول الوقت يعني لو أنا تيممت ظنا مني أن الوقت دخل فبان أن الوقت لم يدخل بطل تيممي فعلي إعادتي عند دخول الوقت ولو هجمت على التيمم دون أن أتثبت من دخول الوقت فبان أن الوقت كان قد دخل تيمم باطل بطل حتى بالرغم أنه وافق إن الوقت كان داخل بس أنا هجمت من غير مسأل ولا تثبت يبقى لابد أن أنا أتثبت من دخول الوقت فلا يقف الشك ولا غلبة الظن ولا أن يوافق دون أن أسقل لازم أتأكد من دخول الوقت واضح؟ والثاني دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها يقينا والثالث طلب الماء يبقى لازم يبقى عندي العذر اللي يمنعني من الماء إما عذر حكمي أو حقيقي فقد حقيقي ودخل الوقت وعايز أصلي أعملي بقى ما تيممش على طول لازم أطلب الماء أسأل المنطقة اللي حواليه يا جماعة في ماء عندكم هنا يا أهل الحي طب مفيش حي أو أمأ فبص حواليه على مرمى البصر يسموه حد الغوث في حد الغوث وفي حد وفي حد الطلب حد الغوث يعني لما أقول مثلا حقوني يسمعني على بعد قد إيه الكلمة دي الحقوني يسموه حد الغوث قاله حوالي مية وخمسين متر العلماء قاله حوالي مية وخمسين يعني تلتمية زراعة قد درع العلماء اللي يحد الغوث بتلتمية زراعة يعني مية وخمسين متر تقريبا يبقى أنا بص كده حوالي مية وخمسين متر في جميع الجهات ولو كانت الأرض مستوية أبص وانا واقت لو الأرض مش مستوية أطلع على حاجة مرتفعة وابص عشان أطلب الماء الأول لأن ربنا يقول فإن لم تجده ماء فلازم أتيقن من عدم وجود الماء يعني مناء ابحث حتى إذا لم تجده فتيام وابح فيبقى لازم كمان أطلب الماء حتى أتيقن من عدم وجوده في حد الغوث واخد بالك أو في حد الطلب حد الطلب اللي هو قالك حوالي يعني كم ميل كده أم ميل بسيط يعني حدها كده قالك حوالي 4 ومص كيلو بالحد بتاع الزمان يعني ممكن مثلا لحد إحنا في المؤطة مثلا لحد السيدة عيشة حد بدان السيدة عيشة مثلا طالما الوقت متسل وعندي وسيلة أن أنا أقدر أنزل أروح أطلب بيها عندي عربية عندي بتاع كده والطريق آمن ومش خايف أن حد يطردني أو أتعور أو شيء من هذا واضح يبقى طلب الماء بعد وأطلب الماء يمتع قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت لا بعد دخول الوقت لأنه ممكن أكون سألت قبل دخول الوقت قاله ما فيش مية وبعد ما دخل الوقت المية جات فما اكتفيش بسؤالي قبل دخول الوقت لا دعنا لازم بعد دخول الوقت أطلب الماء تاني لأن قد تتغير الأحوال فأتبالك وطلبوا الماء بعد دخول الوقت بنفسه لازم تطلب أنت بنفسك أو بوكيل من عندك بإذن منك يعني ترسل ابنك ترسل خادمك ترسل صديقك أو شيء من هذا بنفسه أو بمن أدن له في طالبه فيطلب الماء من رحله ورفقته طب أنا لقيته مع الرفقة لكن الماء ده محتاجينه لسقيا حيوان محترم إبقى كأنه مش موجود واضح إيه الحيوان المحترم هو كل حيوان فيه نفس غير غير الحيوان غير المحترم الحيوان الغير المحترم محصور فلازم أعرف حيوان غير المحترم ويبقى مع عدده ويبقى اسمه حيوان محترم إيه الحيوان الغير المحترم قال لك المرتد المرتد بس بحكم القاضي لأنه أصبح حلال الدم والحربي إحنا بالحرب اليهود أنا عندي مية وقد يحتاجها هذا اليهود المحارب المحاربلية لا قد نستعملها بقى ولو هو يموت في العطش واخد بالك لانه ده حيوان غير محترم الحربي وكذا المرتد بحكم القادي وتارك الصلة بحكم القادي كل دي حيوان غير محترم والكلب العكور لانه مؤذي ما تشيلش انا المية اسئ بياك كلب العكور وبعدنا نتيمن ما ينفعش لانه الكلب العكور مأمور بقتله شرعا واضح يبقى دي امثلة للحيوان المحترم غير المحترم الباقي يبقى كله حيوان محترم واخد بالك حتى الخنزير في كل كبد رطبة اجر لانه قد يكون محترم عند الزم وعند الكتاب انا صحي ما باكلوش لكن غير يبياكل والكلب غير العكور ما هو ناجس لكنه محترم لانه في كل كبد رطبة اجر واضح يبقى لو يكون عندي المية وانا محتاجها لسقية بهيمة او لسقية انسان واخد بالك بحيث لو استعملتها في الوضوء طاعت يبقى اخليها للسقية سقية واتيمة مع وجود الماء يبقى لازم يكون الماء ده فاضل عن حاجة الحيوان المحترم واضح؟ لو انا كنت في مكان لقيت سبيل ومية بس مكتوب عليها ماء سبيل للشرب كأنني ملقتوش لان ده خاص بالشرب منفعش اخد منه اتوده يأثم شرعا يصح الوضوء مع الحرمة لان الماء مخصص للشرب وليس مخصصا للوضوء يبقى انا لو لقيت سبيل في مكان ليس فيه ماء وهذا السبيل مخصص للشرب فكأني لم اجده استعمله للشرب واتيمم للصلب واضح؟ كل دي ناخد بالن منه والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه او بمن ادن له في طلبه فيطلب الماء من رحله ورفقاته فان وجد الماء ويباع فان كان بيباع بثمن مثله يشتريه واضح؟ فان كان فوق ثمن المثل يعني مستغلين الفرصة وبيغليه ما تشترهوش فوق ثمن المثل ولو كنت غنيا كويس؟ ولو كنت معك المال كويس؟ يبسا عيتها تتيمم طب ام تشتريه لو كان بثمن المثل او اعارة او اعارة يعني قال لي اعيرك هذا الماء تتوضأ فاذا جاءك الماء ردهولي يباع في الحالة دي لو كان اعارة واجب عليك قبوله وان كان بثمن المثل وعندك ما تشتريه به واجب شراءه واضح؟ طب ان كان هبة قال لخده لله الوجه الله لا يجب ان تقبله بل لا يستحب قبوله لان الهبة فيها منه والمسلم محبش حدي منه عليه واضح ممكن ايه يعيره بعد شوية يقول له فاكرا ما كنت بشتريه تتوضى وكنت بديه لك الماء تتوضى يا اخي تقي الله يا اخي ويزله قدام خلق الله انما الاعارة ما فيهاش منه هتاخده تردهار والشراء والبيع والشراء ما فيهوش منه اديته تمن انما الاعارة الهبة قد تكون فيها منه واضح؟ وعلى شكرا في الهبة ما يجبش انك انت تقبلها بل لك ان تتيمم ولو عرض عليك ان يهب لك المال واضح الكلام؟ خاص بالوضوء طبعا اه في الهبة بعد دخول الوقت بنفسه او بمن اذن له في طلبه فيطلب الماء من رحلي ورفقتي فان كان منفردا لو ما كانش مع احد نظر حواليه من الجهات الاربع ان كان بمستوى من الارض فان كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره الرابع تعذر استعماله يبقى لازم كمان ان يبقى متعذر استعماله اي الماء تعذر استعمال الماء بان يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس او منفعة عضو زي ملتلك ماء شديد البرودة لو استعملته حيجيل الكابر او يوموت خلاص ما عنديش كمان حقب اولعه فيه واسخنه ما فيش عندي هذي الامكانيات يبقى في الحالة دي طبعا الامام الرملي قالك لو كان قريبا منه حطب ولو كان فيه تحصيله يؤدي الى خروج الوقت عليه ان يحصل الحطب لتسخين الماء ويتودأ ولو خرج الوقت لان تحصيل شرط الصحة اولى من تحصيل الوقت خلافا للاحناف الاحناف عندهم حرمة الوقت اشد من تحصيل شرط الصحة واضح يعني دي امور تختلف فيها وجهات نظر الفقاهة ويدخل في العزر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبعين او عدو المية موجودة بس موجودة عند الاعداء طب انا هنغلش على الاعداء يقتلوني خلاص مليش دعوة حتى لو بني وبني الاعداء مسافة بسيطة لكن انا مخشش على الاعداء حيقتلون او زي ما انتلك يكون واقف عندها سبع او حية او شيء من هذا او في بئر عميق وليس معي حبل ولا دلو مش مطلوب ان انا احاول بقى تسلق واعى جوة البيت وموت يبقى كل الحاجات دي لازم الواحد يراعي فيها لان ربنا قال لنا ولا ترقب ايديكم الا التهلك ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فالايات كلها تدل على ذلك ولان الشرع جاء لرفع الحرج ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع او عدو او على ماله من سارك او غاص هو الوحد فلو ترك متاعه وذهب يبحث عن الماء يرجع اليه تسرق اه خلاص يقعد جنب متاعه بقى ويتيمم ويصلي كل دي اسباب تمنعه من انه هو يبحث عن الماء ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط الزيادة بعد تعذر استعماله ويأعوازه بعد الطلب اه افرد ان انا ذهبت طلبت الماء فجبته ورحت المكاني اللي انا قاعد فيه عايز اصلي بقى فبس اتلاقيت الناس اللي موجودين معاي عطشانين عايزين الماء يعوازه بعد الطلب يبقى الدهولم يشربوه واتيمم واضح يبقى ممكن اطلبه واحصل عليه وبعدين بعد كده يطرق الحاجة اليه الضرورية من شرب او سقيبهيمة محترمة ففي الحالات دي ابدي السخية على او ان انا مثلا ايه جبت الماء وبعدين جات النجاسة على بدني يبقى يجب استعماله في ازالة النجاسة ثم اتيمم للصل لان الوضوء له بدل والتيمم لكن ازالة النجاسة ملاش بدل لابد من غسلها فده كل ده اسمه اعوازه بعد الطلب يعني اعزته بعد ما طلبته وحصلت عليه جاءت الحاجة اليه ففي الحالة دي اقضي حاجاتي منه اولا فان بقي ما يكفي وضوئي فبها ونعمة وإلا فاتيمم واستعمله في الحاجة على شكل كده في بعض النسخ اعوازه بعد الطلب والخامس لازم كمان الحاجة الخامسة التراب الطاهر اي الطهور غير المندة لازم من الشروط يبقى عندي التراب اللي حتطهر اللي حتيمم به على شكل كده في صور فاقد الطهورين فاقد الطهورين زي واحد معلق بين السماء والارض واحد معلق كده بين السماء والارض زي ما كانوا بيعلقوا الناس ايه في امن الدولة وفي الاماكن ايام الظلمة يعني الذين ما زالوا موجودين برده واخد بالك لان شوف طول عمر الدنيا حيث فيه ظلم ومظلوم طالما احنا عايشين في دنيا انما امتى انتهي الظلم لما تقوم الهيامة ان شاء الله لان الدنيا في حل شر لازم حيبقى فيه اهل نار واهل جنة وبيتخصموا مع بعض فاقي الدنيا دي محل خصام بين اهل الحق واهل الباطل بل اهل الباطل يتخصمون حتى مع بعضهم البعض مش مع اهل الحق بس لان ان ذلك لحق تخصموا اهل النار فاهل النار متخاصمين في دنياهم كما انهم متخاصمين في اخرتهم في النار فدي سمتهم يا يبقى لازم التراب التهور يعني انا لو على الامر او انا على الامر ابقى فقد التهورين ما ينفعش استعمل تراب الامر لان انا متعبت بصعيد الارض مش بصعيد الامر ولا المشترى ولا زحب يبقى لو رحت الامر اخذ معايا ايه شوية تراب من الارض عشان ابقى تيامل لكن ما ينفعش يبقى الا على الامر وفي اي كوكب اخر اسمه فقد التهورين واضح والخامس التراب الطاهر اي الطهور غير المندة ويسدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش لو التراب ده مغصوب يعني ارض مغصوبة انا واخد الارض دي غصبها من خلق الله واخدها بغير حق زي جماعة الظلمة ما بياخدوا ارض مش ملكهم بوابع اليد او ارث مثلا وانا استحوزت عليه دون باقي اخواتي زي ما بتحصل كثير واخد باقي الاخ الكبير يحوز الارض وايه ويسيب اخواته دي اسمه ارض مغصوبة يبقى لو تيمم بهذا التراب المغصوب يأسم وتيممه صحيح يعني ايه يأسم يعني تيممه صحيح وصلاة صحيحة لكنها غير مقبولة فيه امتبها المسألة يعني لا يطلب منه الاعادة لكن لا تواب له فيه كالمتوضق بماء مغصوب كذلك نقول وضوء صحيح لكنه يأسم لانه الماء مغصوب مسروء واخد بلك او غصبه وخده نهبة او بالقوة او بغير حق لا يعلم خلاص ما لنجدعه لا يعلم ما لنجدعه احنا بتكلم واحد يعلم عارف كده كويس واللي بيعلم دول كتير اوي ناس كتير اوي عارفة انها يواخد الحاجات مش حقا فيبقى لو صلى في هذه الارض المغصوبة او تيمم بماء الارض المغصوبة توضع بماء الارض المغصوبة او تيمم بتراب الارض المغصوبة صحة عبادته فقها فلا يؤمر بالاعادة ولكن العبادة غير مقبولة يعني لا ثواب له فيها وهذه العبادة باطلة عند الحنبلة عليه الاعادة ماذا بالحنبلة عندهم باطلة تيمم باطل ووضوء باطل وصلته باطل وعليه الاعادة الشفعية قالوا لا الصلاة صحيحة لكن مع الحرمة وطالما مع الحرمة يبقى لا ثواب له فيه ولا يطلع طلب بالاعادة ومن دمن التراب المغصوب تراب المسجد ما ينفعش اتيمم بتراب المسجد لان المسجد ده مش ملك ملك الله وملك جميع المسلمين انا مليش ملكية خاصة فيه فما انفعش اتيمم بتراب المسجد لان وقف على المسجد لازم اخرج برا المسجد واخد تراب خارج المسجد واضح ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش انا في المقابر ممكن اتيمم بالتراب بتاع المقابر التي لم تنبش انما لو نبش اتبقى تنجست لانا اختلطت ايه بروفات الموتة ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط وهي له غبار كذلك التراب لو كان مملوك للغير ما ينفعش ان انا اروح اتيمم بتراب مملوك للغير قبل ان استأذنه يعني لو الارض دي ملك واحد لازم استأذنه الاول قبل ان اتيمم بترابه ولازم استأذنه قبل ان اتوضأ بمائه واضح لانها مملوكة للغير ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط وهي له غبار الامام الشفعي قال لازم التراب يبقى ليه غبار ده له فان خالطه جس يعني معنى له غبار يعني لو كان منادي يعني يبقى ليه غبار يبقى ليه غبار لازم يكون تراب جاف عشان يبقى ليه غبار لو كان متجمد تحجر تندى فتحجر وجف ده ما ينفعش اتيام ينبيه برضو على منذ الشفعيه لازم افتحته ويبقى ليه تراب ليه غبار كويس فان خالطه جس جس اللي هو جبس معروفين او رمل لم يجزي يعني لم يجزي لو التراب مخلوط برمل لازم اصطف الرمل التراب عن الرمل لكن لو الارض كلها رملية ما فيش تراب اصل وله غبار اتيامن بيه على ما صحها او في المنهاج وغيره فان خالطه جس او رمل لم يجزي وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك في الرمل دون الجس جوز ذلك في الرمل دون الجس اخد بالك لان هنا تفتكر ان في الاثنين في الرمل دون الجس ويصح التيمم ايضا برمل فيه غبار في الارض الرملية يبقى رمل في غبار يمشي واضح وخرج بقول المصنف التراب غيره اي حاجة غير التراب ما تنفعش بقى كنورة او نورة تنفع نورة ونورة بفتح النوني وضمها لغتان صحيحتان والنورة ده نوع من من يستعمل في ازالة الشعر النورة ده بيبقى حاجات زي تراب كده مصنوع بطريقة معينة ما يضع الى الماء ويضع في اماكن فيها شعر يزيل الشعر فده ما ينفعش نتيام به لانه مصنع ومستته النار يبقى ما ينفعش مثلا تراب بتاع توب احمر لان التوب الاحمر ده مستته النار فما ينفعش اتيام بترابه الغبار بتاعه لازم نقي حاجة ما تكونش مستتها النار يعني ما دخلتهاش فيها يد الصناعة البشرية تبقى على طبيعتها زي ما ربنا خلقها كده واضح عشان كده الجس الجس ده اصلا مسته النار والاسمنت مسته النار ما ينفعش ارض فيها شوية اسمنت اروه نتيام منه لان الاسمنت ده مش صعيد من الخلق ولا الله ده حاجات مصنعة واضح كنورة وسحاقة خذف سحاقة الخذف معروف الخذف اللي هو زي الفخار الحاجات الطين اللي يخش يتحرق يطلع فخار وساعات يتحرق بطريقة معينة يبقى خذف يتخذف كل ده فممكن يتكسر وتعمل منه بودرة ويبقى سحاقة ماينفعش اتيامن بيها لانه برضو مستطع النار وخرج بالطاهر النجس هو قال لك طبعا لازم التراب الطاهر يبقى التراب النجس ماينفعش واما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به يعني انا ماينفعش التراب اللي استعمله غيري يعني انا خدت كده التراب دي ماينفعش لانه ده مستعمل قياسا على الماء المستعمل كل دي تفاصيل في مذهب الشفعية في المذهب الاخرى عندها توسيع اكتر واضح نيجي بقى ايه دي كل دي الشروط دي لازم تتوفر علشان ابتدى خش على التيمم طب انا هتخش على التيمم اعمل ايه ايه فرائد التيمم بقى ليه اركانه يبقى كل القبل ده خارج عن التيمم ليبيح التيمم واضح بعد كده ابقى اتيمم ازاي اتيمم ازاي ده اللي هي الفعل نفسه الفعل ده فيه اشياء منها ضرورية يسموها فرائد وفيه اشياء منها غير ضرورية يسموها ثنن يبقى التيمم له فرائد وله ثنن نشوف فرائد التيمم اللي هي لابد منها وبعد نشوف سنن التيمم علشان يبقى ثوابه أعلى لأن ماذا ترعي السنة مع الفرد تاخد العبادة على أكمل وجه فرائد التيمم وفرائده أربعة أشياء أحدها النية طبعا إحنا الشفعية عندنا النية دي أساس في كل عبادة عمله بالنيات والتيمم عمل يبقى لازم النية وفي بعض النسخ أربع وخصال لازم نية الفرد نية الفرد يعني إيه ينوي التيمم لاستباحة فرد الصلاة هي دي النية الكاملة احفظها احفظها كده لما تيجي تتيمم تقول نويته التيمم لاستباحة فرد الصلاة واضح لاستباحة فرد الصلاة عارف لو قال نويته التيمم للصلاة ما يصليش إلا صلى نافلة ما ينفعش يصلي بالتيمم ده فرد واضح لو قال نويت التيمم مثلا لصلاة الجنازة ما ينفعش يصلي بفرد لو قال نويت التيمم لقراءة القرآن ما ينفعش يصلي بفرد ولا يصلي بجنازة واضح لكن النية اللي هي يعمل بها كل حاجة هي النية اللي بقول الله لك يحفظ نويت التيمم لاستباحة فرد الصلاة ساعتها لو نوى كده له أن يطوف به له أن يصلي فرد وما ارتبط به من نوافنه له أن يصلي به صلاة الجنازة له أن يقرأ به القرآن ويمث المصحف له أن يمكس به في المسجد وكان على جنابه بهذه النية خدت بالك يبقى لأيه لازم يعرف النية المهمة اللي هي بها على شك كده قال لك يا ناق وانا بقول لاستباحة فرد الصلاة ليه ما بقولش رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث التيمم لا يرفع الحدث مش زي المية المية بترفع الحدث لكن التيمم الحدث موجود لكن يبيح الصلاة مع وجود الحدث عشان كده بأن استباحة فرد الصلاة لا رفع الحدث فإنه المتيمم الفرد أو النفل استباحهما لو قال نويت التيمم لاستباحة نفل الصلاة استباح النفل لو قال نويت التيمم لاستباحة فرد الصلاة استباح الفرد أو الفرد فقط لو نويت التيمم لاستباحة الفرد الصلاة فقط استباح الفرد والنوافل الملحقة به ومعه النفل وصلاة الجنازة أيضا لأنها نية قوية فيصلي بها صلاة الجنازة أيضا لو قال نويت التيمم لاستباحة النفل فقط لم يستبح به إلا النفل أو النفل فقط لم يستبح معه الفرد واضح وكذا لو نوى الصلاة خد بالك إن عندنا ثلاث مراتب في النواية السمع الإمام البيجوري في الحشية إمام البيجوري في الحشية قال لك إيه قال لك إن في مرتبة الأولى إنه ينوي استباحة فرد الصلاة أو الطواف أو فرد الطواف أو خضمة الجمعة أو الصلاة منظورة دي أقوى نية دي المرتبة الأولى واضح لبا المرتبة الأولى إنه ينوي استباحة فرد الصلاة أو صلاة منظورة أو فرد طواف أو خضبة جمعة دي النية قوية المرتبة الأولى المرتبة الثانية ينوي استباحة صلاة الجنازة فاتبأ لك دي النية الثانية أو نفل الصلاة دي مرتبة أقل فإن نوى النية اللي في المرتبة الثانية ما يستبحش اللي في المرتبة الأولى لكن يستبح اللي في المرتبة الثانية بس لكن لو نوى النية اللي في المرتبة الأولى يستبح اللي في المرتبة الثانية والثالثة كمان لأنه أقوى النواي لو نية المرتبة الثالثة ينوي التيمم لتلاوة القرآن لكي يأخذ سواب أعلى أو ينوي التيمم للمكس في المسجد كويس أو ينوي التأمم لسجود التلاوي أو لسجود الشكر آدينية ضعيفة بقى دي دي لا يستبيح بها إلا المرتبة التالتة فلا يستبيح بالمرتبة التانية ولا الأولى يبقى لو نوى المرتبة التانية يستبيح بها التانية والتالتة ما يستبيحش بها المرتبة الأولى يستبيح بها التالت مرات لانشان كده أنا بقولك احفظ النية اللي بقول لك دي نية زي الحديد تحفظ تستمح بأي مرتب نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة تعمل بها أي عبادة بقى وانت مطمئن خدت بالك واخد بالك ان التيمم ده ساعته قدرته ان يؤدي بفرد واحد ما ينفعش يؤدي بالتيمم فردين يعني قدرة التيمم ان يشلك فرد واحد على الصحة ما ينفعش يشلي فردين يشيل فرد واحد على الصحة وحاولوا شوية نوافل يشيلهم معاك انما جاء لي فرد تاني لازم اتيمم تاني ولو جمعت الصلاة يبقى لازم اتيمم مرتين في السفر انا بجمع الصلاة ويبقى سقط عندي دخول الوقت في الصلاة المجموعة على التقديم في المسافر ففي الحالة دي بتيمم اصلي الدهر واتيمم واجيب العصر بعديه يعني عيد التيمم مرتين عشان الفرد عند الجمع فما ينفعش فرد الصلاة فرد صلاة وفرد ايه فرد الصلاة فرد صلاة خلاص يبقى دي كافي فرد الصلاة واتيمم لفرد ايه التوارح واضح؟ لكن انا لو تيممت الاستباحة فرد الصلاة فلم اصلي وطفت فرد ايه ده تنشي واضح؟ لا انها في نفس الدرجة في المرتبة الاول تهمنا المسألة دي؟ فان نوى المتيمم الفرد او النفل استباحهما او الفرد فقط استباحهما معه النفل وصلاة الجنازة ايضا او النفل فقط لم يستباح معه الفرد وكذا لو نوى الصلاة مطلقا لالا فرد ولا نفل يستباح النفلة بس واضح؟ ويجد قرن نية التيمم بنقل التراب لازم النية لها وقت قد بالك لازم ينية التيمم في لحظة نقلة التراب وهو بيرفع ايده من على الارض ينوي وتستمر النية لحد ما يلمس اول الوجه واضح؟ يبقى لازم يقفرن النية لحظة النقل التراب وتستمر حتى اول الوجه ويجد قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين واستدامة هذه النية الى مسح شيء من الوجه ولو احدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك ولو احدث بعد نقل التراب يعني اه انا مدت ايدي كده بسم الله نويته التيمم لاستباحة فرد الصلاة وانا ماشي في السكة كده طلعت ريح يبقى لازم ارجع عيد النقل تاني لازم ارجع عيد النقل تاني فهم ولو احدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره والثاني الركن التاني بالركن الاول او الفرد الاول في التيمم النية التاني والثالث مسح الوده ومسح اليدين مع المرفقين يبقى هي ايه سهلة الثاني والثالث مسح الوجه ادي الثاني والثالث اليدين المرفقين هشرح لك المسح ازاي بالوقت لازم يستوعب الوجه لازم يستوعب الوجه كله احنا قلنا الوجه حدوده في الوضوء عارفينه من مدبة الشعر المعتاد لحياة ده اسفل الزق ده طولا وانا للازنين شحمتين الازنين عرضا لابا ده هو ده الوجه لازم يستوعبه كله لابا انا بحط ايدي كده وانوي وانقل وتستمر النية معايا لو فيها اطراب كتير وخايف على وجهي ممكن اعمل كده انضف شعن شوية انزل شوية منهم وباعدين امسح واستوعب تستمر النية معايا وباعدين امضرب ضربة تانية وباعدين امسح احط تشوف صوابعي باطن الاصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى وامشي كده امسح ملمستش انا الابهام اهو امسح كده الحاد ما ايه اوصل لتحت وباعدين اضم وباعدين اماجي كده الف بقى على هنا الف بالكف لان الكف لسه فيه تراب ما استعملش لحد ما اوصل لهنا ما اكملش على الكف ده عشان ده همسح بالنحية التانية وباعدين لسه التراب الي على الابهام ما استعملتوش او ما اجيبه على ظهر الابهام والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين وفي بعض نسخ المتن الى المرفقين ويكون مسحومة بضربتين يعني ضربة للوجه وضربة ايه لليدين ولو وضع يده على تراب الناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كف يعني مش شرط يضرب التراب يعني يعني مش شرط يضرب كده ممكن يحط ينو بس نصد ساعات الكتب قولك بضربتين فافتكر الواحد لازم يضرب يعني لا يعني يكفي انك حتى تضع والرابع الركن الرابع احنا قولنا النية اول حاج وبعدين مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وبعد كده الترتيب يبقى لازم امسح الوجه الاول قبل المرفقين لازم اراعي الترتيب واضح والترتيب فيجب تخديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث اصغر او اكبر ولو ترك الترتيب لم يصح التيمم بدلا عن الغصل هو نفسه التيمم بدلا عن الوضوء لحسن تبتكر ان التيمم بدلا عن الغصل علشان بيستوعب الجسم كله الحدث الاكبر معنى تتمرر في التراب كلك زي ما عمل سيدنا عمار ابن ياس تمعك في التراب كده فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك ضربة للوجه وضربة لليدين واضح القصة معروفة مع سيدنا عمار يبقى والرابع الترتيب فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث اصغر او اكبر ولو ترك الترتيب لم يصح واما اخذوا التراب للوجه واليدين فلا يشترد فيه ترتيب يعني ما يشتردش يعني انا ممكن اضرب كده واخذ التراب اللي على اليد اليمين امسح به الوجه كويس والتراب اللي هنا امسح به ايه دي وبأضرب دي بقى وامسح به دي سهلا يعني ما يشتردش بقى الترتيب ايه في الضربة نفسها في النقل لكن المهم من حيث فعل المسح نفس واما اخذوا التراب للوجه واليدين فلا يشترد فيه ترتيب فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز دي خلصنا كده اركان التيمم او فرائد التيمم سهل فرائد التيمم من نية وعرفناها وبعدين الوجه والكفين بضربتين وبعدين الترتيب كويس الترتيب يبقى كأنهم تلاتة لو حبيت تختصرهم لو خلت الوجه والكفين حاجة واحدة تجيبه تلاتة لو خلت الوجه لوحده اليدين لوحدها بقى هم اربعة يبقى هم الاركان اربعة وسننه السنن بقى ايه هي فيه سنن كتير طبعا في المطولات لكن هنا اكتفى بالسنن الخاصة بالتيامم سننه ثلاثة اشياء وفي بعض نسخ المتن ثلاثة خصال التسمية لان كل شيء لا يبدأ بالحمد لله او ببسم الله ايه ابتر او اجزم يبقى لازم يبتده بالتسمية على سبيل الاستحباب وليس على سبيل اللزوم التسمية وتاني حاجة تقديم اليمنى على اليسرى يعني يبدأ بمسح اليمنى قبل اليسر كل دي ايه من السنن وتقديم اعلى الوجه على اسفله ومش كده وبس والموالاة ورى بعض الموالاة بايه ورى بعض طب ايه هي الموالاة في التيمم احنا عارفين الموالاة في الوضوء حدها انك انت تغسل العضو قبل جفاف العضو السابق قبل جفاف العضو السابق بنفسه مش بالمنشفة يعني المدة الزمنية اللي بيها تكون قصيرة بحيث لا يجب في العضو السابق واضح دي اسمع الموالاة فالموالاة سنة في التيمم لغير دائم الحدث زي ما هي سنة في الوضوء لغير دائم الحدث اما الدائم الحدث الموالاة في حقي فرد في الوضوء والتيامم قد تبقى لك زي ما قلنا زمان في درس الوضوء المؤلاء في التيامم بتعتبر التراب ده مية فلو كان مية المسافة اللي انت حتعمل العضو اللي بعديه المسافة الزمانية دي كانت تجف في الماء ولا لا يجف فإن كان يجف في الماء يبقى انت فقدت المؤلاء لو كان لا يجف في الماء يعني بتحكم الماء التراب كأنه ماء لان التراب اصلا هو اصلا جاف فانت بتعتبره حكما لو كان ماء وطال المدة لا انا الوقت اهو مسحت وجهه بالتراب عشان امسح ايدي التانية امسحها في زمن ما يكونش اطول من ان لو كان التراب ده مية ويجيب في الواحد واضح احكم يعني التراب مدة التراب اعتبرها مدة ماء والمؤلاء وسبق معناها في الوضوء طبعا احنا قلنا المؤلاء من سنن التيامم لغير دائم الحدث اما في دائم الحدث فحنزود في الاركان المؤلاء لدائم الحدث فحنزود في الاركان التيامم في دائم الحدث ازيد هنحط فيها المؤلاء مع الترتيب وبقي للتيامم سنن اخرى مذكورة في المطولات منها نزع المتيامم خاتمه في الضربة الاولى يستحب ان انا لو لبس خاتم يمنع من وصول التراب ان انا يستحب في الضربة الاولى اشيله وامسح الوجه وفي الضربة التانية ياجب لان الدربة التانية للأيد واضح لكن في الضربة الاولى بتاع الوجه يستحب بس ان انا انزق الخاتم لكن في الثانية عشان دي ضربة اليدين بقى لازم انزق الخاتم واضح او احرك يبقى موضوع نزع الخاتم ضروري في الضربة التانية ويستحب في الضربة الاولى وفي سنة تانية وما جابش سريطة هنا منها مثلا التوجه للقبلة لان انت ما تتوضى يستحب لك التوجه للقبلة وانت متوضى فبرضو التأمم يستحب انك انت متوجه للقبلة وانت تستيام ومنها الدعاء بعده والدعاء اثنائه زي الدعاء بعد الوضوء والدعاء ايه اثناء الوضوء مبطلات التأمم والذي يبطل التأمم ثلاثة اشياء احدها طبعا كل ما ابطل الوضوء يبطل التأمم خلاص احنا عارفين ما يبطل الوضوء ايه خروب شيء من السبيلين او النوم على غير هيئة المتمكن مقعده من الارض او لمس المرأة الاجنبية او مست الفرج وحلقة الدبر في الجديد او زوال العقل بسكر او مرض شما الخمسة دول في نواقب الوضوء تحطوهم في نواقب التأمم واضح يبطي من مبطلات التأمم كل ما ابطل الوضوء وسبق بيانه في اسباب الحدث فمتى كان متأمما ثم احدث بطل تأممه الثاني اللي يبطل التأمم فوق الخمسة دول رؤية الماء يعني يقولك ايه يقولك اذا وجد الماء العوامي يقولك كده حتى حفظنا من الازهرية يقولك اذا وجد الماء بطلة التأمم هذه من المبطلات التأمم وجود الماء او رؤية الماء وفي بعض النسخ وجود الماء في غير وقت الصلاة يعني يقصد بوقت الصلاة هنا ايه يعني قبل الشروع فيها يعني الشروع في الصلاة امتى لما اخلص رأ اكبر في تكبرت الاحرام الله اكبر لقيت الماء اه يبقى ما اكملش اروح اتوض تقيمت ما قلت ما خلصتش رأك ما شرعتش الصلاة تقيمت ازاي اه افر ان انا شفت الماء جاية العربية الماء جاية او الجرع جاية بالجركن او سمعت الحنفية بقيت ايه بتجيب مية قبل ما ايه ادخل في الصلاة ذاتها كويس يبقى في غير وقت الصلاة اي وقت التلبس بالصلاة يعني قبل اتمامي رأي اكبر او معه او معها اذا احذر ما بقول الله اكبر لقيت المية اطلب بقى الصلاة اخد بالك ازاي لا وقتها المحدد شرعا مش وقتها المحدد شرعا بين الدهر والعصر ساعتين ونص لا مش هو ده هيوصد هنا ايه وقت التلبس بالصلاة طيب فان رأاه بعد دخوله فيها طب افرد بقنا قلت الله اكبر وشغال في الفتحة لقيت المية جات تقيمت ازاي دي الصورة التانية بقى يبقى قبل ما اشرع فيها اسيب الشروع واروح اتوضى بقى لان بطل التيمم طب هنا بقى جات المية بعد ما بدأت بقى ايه اقرى الفتحة مشغال او انا راكع او انا ساجد او انا في الركع التانية وهكذا فان رأاه بعد دخولي فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلة في الحال في بعض الصلوات ااديها بالتيمم ولما ييه المية اعدها تاني وفي صلوات ااديها بالتيمم ولما تيج المية ما عيدهاش تاني ايه هي الصلوات اللي انا اصليها بالتيمم واعدها تاني لو صلتها لا لا اخد بالك ركز معا لو صلت الصلاة في مكان نادر فقد الماء فيه نادر فقد الماء فيه كالمتيمم في الحضر مش في الاستفر انا مش مسافر انا هنا في المؤتم اتقطعت المية وما فيش عندي في البيت الا المية اللي هنطبخ بيها ونكق ونشرب منه ويس وسألت على المية اشتريها قالوا لي الإزازة اللي كانت بتتباع بجنيه لما لقوا المية اتقطعت خلوه بعشرة جنيه طب انا عايز اصلي اتيمم اروح متيمم ومصلي بس انا هنا في المؤتم نادر ان المية تتقطع لان انا في دار الاقامة يبقى انا هنا هتيمم وصلي ولما ييجي المية هعيد طب وانا بتيمم وصلي ليه لادراكي حرمة الوقت وبعيد ليه لادراك الصحة لكن لو كنت انا المية مش لقيها وانا في صفر والمكان ده نادر المية في نادرة اصلا يبقى ساعتها مش هعيد الصلا هصليها وحتى لو جاء المية بعد ما صليتها مش هعيد واضح طيب يبقى انا دخلت في الصلاة واقعد اقرى الفتحة لقيت المية جات في مكان انا كنت هصلي بتيمم ولما ييجي المية هعيد الصلاة تاني بساعتها اطلع من الصلاة لان كده كده انا هعيدها واروح اتوضى وصل واضح طيب لو كنت في مكان بتسقط فيه الصلاة بالتيمم مش مطلوب ان انا عيدها استمر في صلاة استمر في صلاة يعني انا بصليها في صفر الصحرة وقالوا عربية الفمتاص بتاع المية دي هتيجي الساعة اثنين استنيت انا للساعة اثنين ما جاتش اثنين ونص ما جاتش خايف العصر هيدا انو انا صليتش الدور ورحت اتيممت ورحت امصلي ايه الدور فوانا في وسط الصلاة لقيت العربية جات على الساعة ثلاثة وانا جوا الصلاة ما اخرجش من الصلاة اكمل صلاة لان الصلاة دي اصلا مش هتتعاد مع وجود الماء طالما انا شرعت فيها طلعا متلبس به لكن اذا لكن خد بالك من لكن دي اذا اتسع الوقت يستحب الخروج منها للوضوء وصلاتها خروجا من الخلاف اذا اتسع الوقت يعني عندي وقت براح كيف ان انا لو اخرجت منها وتوضيت الحقها قبل ما يدن العصر في الحالة دي يستحب ولا يجد يستحب ولا يجد فلو استمرت صلاتي صحيح طبو لو خرجت يبقى عملت مستحب كروجا من الخلاف طالما الوقت متسع لكن ده انا صلتها الساعة ثلاثة وربع والعصر بيدن ثلاثة ونص وانا لو خرجت وهتوضى هلاقي العصر يدن ضاعي وقتها يبقى مخرجش قولا واحدا واضح تقيمت السور دي وان كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا اثر لرؤياتي بل تيممه باقي بحال لان المرض مستمر لو انا بتيمم بسبب مرض مقول مرض مستمر بقى ما تفرعش معايا شفت المية ما شفتش المية لان انا كده كده المرض مستمر معايا واضح الصبر جميل للأسئلة في الاخر دونها عندك واذا امتنى والثالث ثالث حاجة برضو من مبتلات التهمم الردة وهي قطع الاسلام ارتد كفر ولا عزه بالله عارف الردة لا تنقض الوضوء لان الوضوء عبادة قوية يعني لو توضى وارتد وما خرجش ريح وبعدين الناس قالوا له يا اخي بتقيل الله كفر تجده حرام عليك ام قال خلاص حقك وعلي استغفر الله اشهدوا لنا محمد رسول الله وما يصلي وضوء ما اتنهدش بالردة كم لان الوضوء عبادة قوية يعني الدرجة انه لو غسل وجهه وإيديه وجرتد وبعدين بعد كده توبناه نقول له طب بقى ايه امسح راسك واخسر رجلك وامصل كمان يعني ما يكرش على اللي فات كمان بالبطلان لان الوضوء عبادة مائية قوية ترفع الحدث انما التأمم عبادة ضعيفة واضح طهارة ضعيفة يعني مش عبادة ضعيفة طهارة ضعيفة لانها لا ترفع الحدث وبالتالي تبطل بالردة يعني التواب احدث ما يبطلش وضوء لا ارتد كفر الردة يعني كفر حاجة ثانية كفر يعني سب الدين واخد بالك سب الدين او دي ما دي ردة هي بعد ما سب يعني هو بيتوابه كده بيصل وجهه واحد مثلا نسرق شب شبه سبّلوا الدين امر الراجل خاف رجع له شب شب تاني يكمل ودوء يقوله استغفر الله ويكمل ودوء فهمت بها المسأل دي الردة الردة وهي قطع الاسلام واذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضوه طب افرد ان انا عندي كسر في عضوه من اعضائي دي رعي مثلا فحطوا لي جبس فانا مش عارف اوصل الى مية او فيه جرح حرق مثلا والدكات اللي بتقول الشروق يقولك ما تجيبش مية على الحرق عشان الحرق يخفه بسرعة فبقى مش عارف ان انا اجيب عليه مية لكن بقيت العضاء سليمة يبقى وضي السليم لان الميسور لا يسقط بالمعصور شكال الشفعية كبه الميسور لا يسقط بالمعصور فانا عندي عضاء سليمة ميسور ان انا استعمل الماء فيه يبقى استعمل الماء فيه طب والعضو اللي مش هستعمل الماء فيه اتيمم عنه بترتيبه اتيمم عنه بترتيبه يعني افرد ان انا بتحصل كتير هب ونرجع على وجه فالوجه اشترك فقالوا لي لمدة اسبوع ما تجيبش مية على وجه كويس الوجه ده عضو تيمم وعضو وضوء فهمت المسألة عضو تيمم وعضو وضوء يبقى في الحالة دي اعمل ايه اجي مش هاتمضم ولا استنشأ لان دي هيبلي الوجه برد لكن عندي درعتي سليمة وما بتدي الاول اتيمم عن الوجه لان دور الوجه الاول اتيمم الاول عن الوجه اقول بسم الله نويته اتيمم الاستباعتي برد الصلاة وراح ضرب ضربه وامسح الوجه بس هنضف شوية علشان ايه ومش تارت ان انا امسح الوجه كده بقى يكفي ان انا حط ايدي كده علشان ده ما هنجرق محروق ايش ده ان انا حك فيه وبعدين ايه بعد كده اروح ايه غاسل وبعدين انتشمم تاني وامسح على الوقت ايه حل الكافة وبعدين اروح غاسل ايدي الاثنين المرفقين وامسح على الرأس واصل الرجلية وهم اصلي كويس طب افرد ان الحرب في الدراع يبقى اروح متمضمض ومستنشأ وغاسل الوجه وغاسل الدراع ونشف وروح ضرب ضربه لان ده دور الغاسل الدراع التاني وروح ضرب ضربة وانوي التيمم لاستباحة فرد الصالة وامسح الوجه وادرب ضربة تانية وامسح الدراعين وبعد كده اروح ايه فتح الحنفية تاني وامسح على الرأس واغسل رجلية الاثنين فهمت ازاي؟ يبقى انا حط التيمم بترتيب العضو وقت ترتيب العضو واضح؟ القصة مش ازاي؟ ها كلام الشفعية خاص بيهم خد بارك خاص به بماذا بالشفعية؟ لماذا؟ لان الشفعية قالوا الميسور لا يسقط بالمعصور وقت مما امرتكم ما استطعتم فيستطيع ان هو يوضي الاجزاء السليمة ويتيمم عن الاجزاء ايه؟ الغير سليمة واضح؟ ممنوع الاسئلة خالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاكا نصحة التهم حتى لو نفسك حد جثتك بالسؤال خالفها يا أخي قل الله خرصي يا نفسي فهنا بيقول ايه؟ واذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر زي المحروق ومش مئت غطي واجب عليه التيمم وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما للجنوب الجنوب ملوش ترتيب لان كل جسمه كعضو واحد لكن الغسل اللي فيه ترتيب انما لو هي تيمم عن الجنابة ما يجبش فيها ترتيب واضح؟ واما المحدث فانما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل مرتبا فإن كان على العضو ساتر فحكومه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر جمع جذيرة في فتح الجيم وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف درر مما سبق ويتيمم صاحب الجبائر في وجه ويديه كما سبق يبقى يجمع بين المسح والتيمم متى يجمع حتة دقيقة مش أي لهم متى يجمع بين المسح والتيمم إن كان التثبيت واخد جزء من السليم إن كان التثبيت واخد جزء من العضو السليم أما إن كان التثبيت بقدر العضو المريض ولم يأخذ من السليم شيء لا يجب المسح بل يجب التيمم عنه فقط يبقى المسح أساسا لأنه يغطي من السليم ما يمكن الاستغناء عنه واضح؟ فبيمسح هنا علشان الجزء لأن أحيانا التثبيت يتطرك إنك إنت تدخل جزء من السليم عشان تثبت الجبيرة واضح؟ ويتيمن صاحب الجبائر في وجه وإيديه كما سبق ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها الجبائر يعني على طهر وإن كانت في غير أعضاء التيمم وإلا أعاد يعني لو كان وضعها على طهر يعني حط الجبيرة وكان متودق يبقى عليه يعمل كده ومعلوش الإعادة بعد ما يزيل الجبيرة لو كان حط الجبيرة على غير طهر يبقى يعمل كده وعليه إعادة الصلوات بعد إزالة الجبيرة خلافا للمزني عند الشفعية أي أنه لا إعادة عليه مطلقا سواء حطها على جبيرة على طهر أو على غير طهر وكذا عند الحناف والمالكيين يبقى الأمر فيه خلاف وهذا ما قاله النووي في الروضة لكنه قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يكتضي عدم الفرق أي بين أعضاء التيمم وغيره ويشترك في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لابد منه للاستمساك واللسوق والعصابة والمرهم ونحوه على الجرح كالجبيرة يعني اللسوق اللي هو زي البلاستر والعصابة اللي هو زي الرباط والمرهم لما بتحطه برده زي الجبيرة على قدر المرض ويتيمم لكل فريضة إحنا قلنا التيمم يتحمى الفريضة واحد يتيمم لكل فريضة ومنذورة ولأن المنذورة صارت واجبة فلا يجمع بين صلاتي فرد بتيمم واحد ولا بين طوافيني ولا بين صلاة وطواف ولا بين جمعة وخطبتها يعني أنا سأحضر الجمعة بالتيمم أتيمم وأسمع الخطبة أقاموا الصلاة أتيمم وأوم أصلي الركيطين لأن دي فرد ودفرد واضح وللمرأة إذا تيممك لتمكين الحليل أن تفعله مرارا أقف المرأة حاضط وتهرت من حيضها ولا يوجد ماء لتغتسل حتى تحل لحليلها تبقى تتيمم لتحل لحليلها فإن أراد أن يأتيها مرة أخرى تتيمم لكل مرة واضح وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم يعني ممكن تتيمم وتصلي وبالتيمم اللي صلت دي ده تمكن الحليل منه مش تتيمم تاني اللي تمكن الحليل تهمت إزاي؟ تهمت المسألة؟ وقول ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل يبقى ممكن يتيمم ويصلي ما شاء من النوافل بتاع القرد يعني أنا ممكن أتيمم لصلاة الجمعة فأدخل أصلي تحية المسجد وركعتين تطوى لحد ما الإمام يخرج عشان يخطب الجمعة وأقعد أسمع الخطبة كل ده بالتيمم الأولين وبعد خلص الخطبة أروح متيمم وأصلي الركعتين بتاع الجمعة وبنفس التيمم ده أصلي سنة الجمعة البعدين متيممش تاني واضح؟ لأنه مرتبط بيه والله تعالى أعلى وأعلم كده خلصنا باب التأمم والحمد لله هل لديك مسألة؟ اتفضل أسير أيها ده نص عليها كل الفقهاء على فكرة والماء؟ لا الماء ده مش حكومة جاي من خارج المسجد بس المواسير وصلت له لها مش نابع في المسجد في القرافة لأن ماء المسجد النابع يستعمل للوضوء للأمور الخاصة بالمسجد في الوضوء واخد بالك أو الشرب إنما ما يستعملش ويتخذ منه للبيوت إذا كان نابع في الماء في المسجد يعني عين عين نابع في المسجد إنما الوقت الماء ده مواسير جامع الحكومة وليه عداد ماء الزمزة مستثنى نشرب منه ده ماء مبارك والماء اللي جاي عندنا في الميض دي كلها ده ماء حكومة وليه عداد وبيتدفع ثمنه بتستعمله عادي في كل حاج لأنه محسوب ها؟ الأوقات تتصرف مع الحكومة ما ديه حكومة مع بعضها لا بيدفعوا كهربة المساجد لأنهم اتفقوا إن دور العبادة كهربتها على الحكومة خلاص؟ والمية؟ أنا بدفع المية عندي في المسجد لما أنا بدفع المية؟ لأن عددها طبع عدد البيت لا عموما يعني أصلا عندي عدد واحد فأنا بدفع مية المسجد برضو مع عدد البيت فهي محسوبة في عدد واحد فدي ما فيش مشكلة إلا على الهدوم اللي على الهدوم ممكن يلبس تاوبا أخر لا هو فيش الهدوم في السفر ما يمكنش غاية الهدوم ولا يوجد ماء ليغسله حيصلي على حاله وعليه الإعادة أيضا ليها سور؟ ليها سور مش مطلقة ماذا؟ لا خلاص نحن كل أعرف حدود الوقت حدود الوقت؟ لكن لو كان وقت الصلاة خلص وجات المية في مكان ينظر غياب الماء فيه كأن تيمم في الحضر فعليه الإعادة عند وجود الماء حتى لو خلص الوقت؟ يبقى أعيد الدهم و أصلي للعاصرة يبقى أعيد الدهم أه يعني أخبر 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 الغبار؟ الدرب يعني ايه؟ لا مو أنت عايرة أو تعمل كده لا يبقى يبقى فيه غبار سهلة من غير الدرب أصفلت؟ ما قال لأسفلت ده مصطناعي إلا لو كان عليه تراب أسفلت المؤطم ده توضعت وديمم عليه ليه لأن التراب مالي المؤطم بيجي الغبار كله مؤطم مليان تراب انت نفسك لو قعدت كده نص ساعة كده في الشارع واخد بقى اتيمم علي الجلبية بتاعتك هتلاقيك متهرب ومتيجي الناس تتيمم عليك بإذنك بس بإذنك لازم تستأذنك لأن كده ما يصحص النهائد يضربه فيك بيغرق يلا إذا نعم لما احنا قولنا بضع يعني إيه يعني بضع يعني مستحدثة مش معناها ضلالة كان الإمام مالك سؤل عن صلاة الدوحى قالها بضع مامتي زي بضع يعني ما كانش بيعمل للصحابة كده لأن الإمام مالك لما في عصره لقى الناس تيجو وقت صلاة الدوحى يقفلوا المحلات وكله يخشوا على مسجد النبي كأنه يوم جمعة بيصلوا الضوحة فسألوا عن صلاة الضوحة قالها هذي بدعة يعني صليها ببيتك إنما إن كنت تيجي والناس كلها تجتمع والحياة توقف كأنها صلاة الضوحة ما يروح يصلوا الضوحة الصورة دي بدعة في إمتنين إزاي؟ هذي الصورة بدعة فيه ناس بقى ما تفهمش كلام الفقهاء يقول لك الله صلاة الضوحة بدعة يبطل صلاة الضوحة لا مش معنى كده الشفعية ما أنا شرحت دي في أول أعدل انت وكنت حاضر أيام النية تكلمنا فيها بتوسخ قلنا إن التلفز بالنية يعين استحضارها على القلب فالوسائل تأخذ حكم المقاصد فإن كان بتستحضرها قلبك بدون تلفز لا بأس ما تتلفز لو كان القلب غايب فإنت بتستعين بتلفزه عشان تستحضر القلب لأن أصلها في القلب فلا بأس لأن المقاصد الوسائل تأخذ حكم المقاصد أخذت بلد فعند الشفعية التلفز بها مستحب وإن كان بدعة لأنها تعين القلب على الحضور لأن ليست كل بدعة ضلالة ما سيدنا عمر قال نعمة البدعة هي وصلاة الترويش يعني بدعة يعني ما كانت مشهورة أيام النبي لكنها تحقق وقصد الشرع ما كانش فيه مدارس أيام النبي ولا امتحانات كده برضو الوقت يبقى فيه مدارس وامتحانات ويشغدانة عشان ده ينجح ويتنقل تانية لما دي بدعة لكن النبي حس على التعليم وقال يطلبه العلم فهي تؤدي إلى مراد الشارع فيبقى بدعة تحدثة ولكنها مستحبة وقد تجد في الأمور الواجب تعليم واضح فليس كل كلمة بدعة يعني تبقى ضلالة مطلقا لأن النبي يقول كله بدعة ضلالة كل دي لفظ عام مخصوص لفظ عام مخصوص كل دي لفظ عام بس هي مخصوصة اللي خصها إن ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد يبقى إيه اللي خص كل دي خصها بكل ما ليس من أمرنا فهو بضعة ضلالة وليس كل مستحدث بل كل مستحدث ليس عليه مراد الشرع ولا مقاصد الشرع واضح لأن كل من ألفاظ العموم وقد تقيد زي في القرآن تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر إلا قرى الأحقاف وإلا ما كانت ضمرتش الأكوان كلها ولا الكرة الأرضية ولا العرش ولا الكرسي ولا حاجة خاص مش كده برضت ضمرت يدوك قومعات بس يبقى كل دي لفظ عام قد يخص وخصه الشرع بأشياء كثيرة منها أن النبي قال من سنة سنة حسنة فلو أجره أجره من عمله به من سنة سنة سيئة فعليه وزره وزره من عمله به ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل ده خصصه كلمة كل بدع ضرار فبقيت مخصوصة فهي عم مخصوصة واضح؟ فليس كل خلمة بدع بقى تمعناها أنها تبقى وحشة لا أما أقولك بدعة تقوم تفكر طب البدعة دي هل الشرع حدث عليها ولا نهى عنها فإذا نعنت بضلالة إذا حدث علي تبقى مستحب ما كانش فيه مائدة الرحمن زمان أيام النبي شكذا برضو؟ ما كانش فيه مائدة الرحمن في رمضان طب ومائدة الرحمن دي بتعمل ايه؟ بتعين الناس على أداء الكفرات اللي ما بصموش بتطعم الاطعام وفيها يطعام الطعام والنبي كان يستحب يطعام الطعام مطلقا وفي رمضان أشد وفيها إفطار صائم والنبي حدث على إفطار الصائم فيتحق في مكسور الشرع فنقول مائدة الرحمن بضعة مستحبة واخد باك لأنها تحقق مقاصر الشرع ما كانش أيام النبي فيه تمثيل ولا معه التمثيل ولا وروايات ولا مسلسلات ولا أفلام ولا حاجات دي مش كده برضو؟ آه ده شيء مستحب طب هل ده يحقق مقاصر الشرع؟ ولا ضد مقاصر الشرع؟ نلاقي إن فيه اختلاط وفيه تقليد الرجال للنساء والنساء بالرجال وفيه اختلاق مواقف كاذبة وفيه شغل الناس بالباطل وفيه ضايع الأوقات وفيه نشر الفحش والفجر واخد بالك إزاي؟ آه يبقى ده بضعة ضلالة لأنه منه عنه يبقى التمثيل ده بضعة ضلالة لأنه لا يحقق مقاصر الشرع ويؤدي إلى مناهي كثيرة واخد بالك وهكذا كل حاجة بقى في الدنيا توقع تقسها كده واخد بالك ما كانش فيه شاي أيام النبي ببضعة واخد بالك إزاي؟ طيب هل الشاي ده مسكر؟ أو مش مسكر؟ طيب لو كان مسكر يبقى حرام لكن ده مش مسكر طيب هل ده مضر؟ لا مش مضر هل سام؟ لا مش سام يبقى مباحة يبقى بضعة مباحة ما ناخد شفطة منه ما يجرىش حاجة واخد بالك وهكذا يعني تقيس كل حاجة بالطريقة دي يعني ما كانش فيه سبحة أيام النبي يقعد يسبح به واخد بالك لكن النبي حص على إيه على العد قال لي أن تختم تلاتة وتلاتين أما تيجي تصحى الصبح تقول لا إله إلا الله وحده ولا شايقنا وملكه الحمد لله على كل شايق قدير مئة مرة ومن صلى علي ألفا وغفر له زنبه وكان له براعة من النار يعني دلنا على الأعداد والسبحة تؤدي إلى ضبط العد فهي تحقق مقصود الشرع آه تبقى مباحة بضعة مباحة بل مستحبة لأنها تؤدي إلى ضبط العد واضح وهكذا كل حاجة باتتدي تحسبها بالطريقة دي تلاقي نفسك تحلت الأزمة معك واخد بالك وهكذا والله وتعالى أعلى وأعلى في أسئلة واخرى تراب المي تراب على الحريق لما تراب يزيل نفضه 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 أنا عندك حط الماء لا ما تحطش تراب ولا تحط مية لا أنت تخبط كده ودفط كده ما بقاش في حاجة خط وانسح كده من جعيب وانت كده كده لما حتخف إن شاء الله وربنا إن أجيك حتعيلي الصفح سبحانك اللهم وبحمدك من الشر وعندنا سوفروا روح وصلي الله وما وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله شكرا